اشتركوا في القناة ولكن قبل نبدأ لا تنصصات عن امي محمد عليه الظلسط والسلام ولنبدأ باق نوار او اندماج الدعو السوق والقطر اسود ولقد رأيناه في نهاية الموسم الخامس لان ماريت قد استعملته لك تواجهها جابريال وحرفيا بعد قتالات من استعمال باق نوار تعويضة الخضو القططية خسرت الدعو السوق واستعى قبر ان ينفذ امنيته لماذا قد تتم استعمال باق نوار مرة اخرى ولماذا مونس الصابي الاكوما ولماذا قد تكشف هويتها لدى ليلى حرفيا نحن قد رأينا نهاية الموسم الخامس ورأينا كيف ان ليلى حرفيا قد تسلت من دون احد نراها واخذت ميراكلس الفراشة دون ماريت ان تراها فماذا تتوقعون من ليلى ان استطعت ان تأخذ ميراكلس الفراشة من دون احد ان يراها واقتصاد ان تدخل المقار حتى من دون ماريت ان تراها حرفيا هذا ليس صعف له الا المجرمون المتسلسلون حرفيا وانتشرت الكثير من النظريات على ان ليلى كشفت هوجة الدعسوقة وانا اشك في ذلك حرفيا لانه من الممكن ان تكون قد كشفت هوجة الدعسوقة لكن ندي لكم نظريات خارجة الصياغ هذه المرة وهذه النظرية قد تكون مجنونة نظريتي ان ليلى قد استعملت ميراكلس الحصان لكي تأخذ ميراكلس الفراشة هذا قد يكون من المستقبل لانه احتمال كبير انها قد تدخل في المستقبل في الموسم السادس فلربما ككون قد اخذت ميراكلس الفراشة دون ان تراحظ بالاستعمال ميراكلس الحصان صحيح انها نظريات مجنونة لكنها قد تكون معقولة قليلا فمن المستحيل ان يجعل توماس استروك ان تكشف هوجة الدعسوقة في بداية الموسم السادس ولكن قد ظهرت نظريات اخرى من العدم لقد رأينا حرفيا كلنا اعتقد حلقة العام الموازي او حلقة دشيدي باقو كلانوار لو ركزنا في نهاية حلقة الموسم الخامس رأينا انها قد تم فتح بوابة خلف ليلى وهذه البوابة كانت لشخص ما لدرجة ان ليلى قد خافت منه ولقد ذكر اسم الاعلى كثيرا او باسمه صابرين او يشي من هذا القبيل وحرفيا النظرية تقول ان ليلى او الشخص الذي فتحت تلك البوابة هو الاعلى وهذه النظرية قد تكون صحيحة ايضا لان كما رأينا في حلقة العام الموازي ان جابر لم يستطع ان ياخذ ميراكلس الدعسوقة القطة الاسود فاضطرى ان يدخل بين العوالم وان يقوم باخذ ميراكلس من الدعسوقة القطة الاسود غيرهم لكن في كل العوالم قد خسر وكذلك الاعلى هو ما قد ارسل شخصا من عالمه لكي اخذ ميراكلس الفراشة من ليلى لكن ليلى ليست غبية لكي تعطيه ميراكلس الفراشة ربما تتلعب به وتقوم بخداعه والنظرات التي ذكرتها عن ليلى قد تكون الاكثر منطقية لان حرفيا هناك نظريات خرجت عن السيطرة واعتقد انكم تعرفونها يعني حرفيا دوسو تحول الى عملاق وكشف هويته لليلى صحيح انها نظرية لكنها حرفيا جنونية لماذا دوسو قد يحول لونه الى لون الازرق ويقوم بكشفه بهوية او حتى يفتح بواب لليلة المهم لنرجع على موضوعنا لماذا قد يستعمل باق نوار مرة اخرى في الحقيقة هناك العديد من الاحتمالات الاحتمال الاول ان الدعسو قد خسرت مرة اخرى وهذا قد حصل في الموسم الخامس او ان اذا قد خسر مرة اخرى وعطى ميراكلس القط الاسود لبلاك وبلاك اعطاه لمارينيت لكن هل ليس هذا تكران الموسم الخامس الم يمل من ذلك لا محال ان ليلى قد تلعبت بالقط الاسد او بايدران وقامت باخذ ميراكلس القط الاسود لكن الدعسو قد استطعت ان تاخذ ميراكلس القط الاسود اندمجت به وهذه نظرية ايضا صحيحة لان من جهتي اخرى ليلى تعرف هوية مونارك يعني لو اخبرت ايدران ان والده هو مونارك سيكون في صدمة من امره وايضا ليلى ليست عدوة سهلة يمكن هزامها بسهولة فليلى متلعبة جيدة بالمشاعر ومتنكرة جيدة ولن يركز على اي شي فربما ليلى تستغل الوضع وتاخذ ميراكلس القط الاسود لكن ربما الدعسو قد تحارب ليلى كتاخذ ميراكلس القط الاسود ودندمج به وايضا ربما الدعسو قد تصاب الاكومة لان حرفيا ستشعر انها قد خذلت ايدران بهذه الطريقة ليلى تصاب اثنين او ان يكون ايدران او الدعسوقة او ربما بالاحرى قد تكون مارينت لوحدها لان حرفيا تتحول الى اميرة العدل هذا ما كنا نريده منذ الموسم الثالث ولم يحصل وما نريده منذ الموسم الرابع ولم يحصل وما نريده من الموسم الخامس ولم يحصل واما عن كشف الهويات فهناك العديد من الاحتمالات اوما ليلى بعد ان تتلعب بهم ربما ايدران يخذ ميراكلس الدعسوقة ندمج به ويراجه مارينت فهنا يعرف ان مارينت يدعسوقة وא�ضا نحن كما نعلم ان مارينت لم تصب الاكومة ولا نعرف اي قوة عنها سوى انهم قد تسربوا انها ستكون اميرة العدل او حتى في الحلقة الانسجام عندما قال جابريل انها يمكنه ان ترى ما خلف القناع ربما ايضا تكون قواته ان ترى ما خلف القناع وبهذه الطريقة تكشف ان ايدران هو القط الاسود وهذه الطريقة ايضا مرنك تكون كشفت هويته ربما ينقلب الاثنين عليهما اما مرنك تكشف هويته القط الاسود واما ايدران يكشف هويته دعسوقه وفي كده الحالتين لو اصب اي شخص بهم بالاكومة وكشف هويته الاخر فان ليلى قد تعرفه وهذه الطريقة ليست السفيد وبمن بعدها استأخذ ميراكلس دعسوقه او ميراكلس القط الاسود وهي لا تهتم بمشاعر اي شخص لكن ما هدفها من كل هذا نحن لا نعرف لكن هناك مشياته الان يعاقدني لنقول ان مارنك قد اصبت بالاكومة وان ايدران قد اخذ ميراكلس دعسوقه واندما جابه وصار باقنوار حسنا لو اصيبت باقنوار وانا هنا اقصد اصابة باقنوار بالاكومة حرفيا هناك العديد من النظريات التي قد تخرج منها منها من يقول انه سيظهر جيمي لان هناك طريقتين لاظهار جيمي الاول ان يكشف عن انفسه مثل ما فعل جابريال فربما يظهر جيمي بهذه الطريقة ايضا ليلة قد تستفيد يعني ليلة مستفيدة في كل الاحوال حرفيا لا يزال هناك العديد من النظريات التي لم اطرحها بعد لكن الفيديو لن يتسع لكل النظريات وطبعا انا لا اقصد نظريات باقنوار او غيرها بل انا اقصد نظريات العالم الموازي انتم اخبرونه لكل نظرياتكم هل تعتقدون ان باقنوار سصى بالاكومة او ان مانس سصى بالاكومة تكشف الهوية وليس تأخذ كل الميراكلس او هذا لن يحصل اكون هكذا قد وصلت لنهاية الفيديو وقد اخبرتكم كل نظريات امتلكها لا تنسوا دامي بالاشتراك وتفعيل الجرس وضغط اللايك لاني حرفيا تعب تعب جدا من هذا الفيديو كان معكم احمد من قناة كارتالوس الى اللقاء لكن لا افهم المعلم فو اعطاه لي وكفو المعروف بصاق الدجاج الباكي تمهلوا لا ترحلوا لا تيأسوا احتاج اليكم فانا اثق بكم لا اريد ان اخسركم بصراحة انا من كل قلبي من قلبي احبكم لا استطيع العيش من دونكم سافتقدكم